ممكن يا أخوة، ما أنت معقد في حياتك؟ وأنا تعقدني؟ ما أخذتني من البار؟ رأخذتني بنت هائلة؟ إذا كان عائلتك مقديرك وشايف الفساد من عندهم أنا ما تهمنيش أنا بنت عائلة محافظة وعمر تضيف مكان فيها بدا ما حكموا بيناتنا أنا تزوجت عندي 18 عام حلت عيني ألقيت رجلي جاي يخطبني تزوجت ما تنعرف هواله وزيادة على هذا الشي عائلتي محافظة أخواتي اللي كبر مني بنفس الطريقة تزوج ما عندنا لا هكا ولا هكا كلهم عايشين بيخير وتيتقوا فيهم رجالهم إلا أنا اللي ما تكاينش تتقى عندي في الدار من عاد ما ماشي مني ولكن من راجلي راجلي اللي فاقد تتقى في العيالات بدا لكم حكاية راجلي من اللي كان صغير هو ما عاود لي والو ولكن الوالدة دياله هي اللي كانت معاودة لها وأنا استنتجت من تعاويد ديالها أنا راجلي معقد بواحد طريقة ما كاينش بحالها راجلي كان تتقى في المدينة حيث مولد العربية وكان سمع ولد خالته هذا ولد خالته هذا مزوج وقال سمع أمه اللي هي خالة راجلي المهم عندما تتعاويد لعقوز دي أنه وحد النهار حصلها قلت له أنا غدا الحمام وتطلت وتطلت ومن اللي تتبعها للحمام لم تتعاويد وراجع دراسه هانية لا يوجد مشكلة ولكن لمرة أخرى من اللي قالت له أنا غدا الحمام تتبعها هو وراجلي تابعنها 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 احتشفوها حطت حويجها في الحمام وعودت خرجات ومشات لعند واحدة سيد دخلت لعنده أشعر فوسيد حتتبعوها ودقوا عليه وخرج وتبكشتها قتلها بلعصة وجاب لها البوليس المهم الله أعلم ما ندار معها هوايا ولكن الراجلي تعقد 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 بزر جاب له الله بأن العيالات كلهم بحل هكاك خاصة أن راجليك بقي صغير وعرفت يا أخوتي هذه القادية هذه قلبة الراجليس فعل العلا والتي شك في حويجو كون سحبت بحل هكاك قصاما بالله ما نزوج به عرفت وشك حل صعيب وخاصة لك الواحد داخل السقرات لماذا أنا أقول لك عرفتك غير متى وتتشك فيها الحمام ممنوع تخرج بوحدك ممنوع تنشي عند الوالدين ممنوع تنشي عند عقوسي ممنوع تنشي عند أخواتي المهم كل شيء تنسمع عليه ممنوع حتى يكون معي ورجلية على رجلي وهذا شيء ليس يقول لك لا تقول لي لا تنشي أنني نصفتك بوحدك كيف سنفعل سوف نريد ستبصة هذا كشي على واحد النهار نوت مه واحد القربالة لا نقول لكم كيف تنشي هزيت ساكي ومشيت لدارنا غضبانا قلت له لا يمكن أن نرجع معك مرة أخرى ما من حياة هذه إذا كانت حياة لك نشوفها 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 تحضيني المرارة نحن نتحدث لديها غير ضميرها والله فوقها ولكن معامل هو لا يمكن المريض ومعقد ويجيب له الله إذا لم يبقى حاضره سوف تشمت لأنه قمت عليه وقمت شيء قدامه وقمت تأقد من صغره وبقيت غضبانة حتى جاءت عقوستي شهر كل شهرين من اللي جاءت عقوستي ورغبتني وطلبتني وقالت لي يا دارك حسن لك وانت واذا تزوجتي لم ترجعي عند الوالدين وهي صراحة كانت ضريفة ومزيانة وعلى وجهها رجعت عرفتوا يا أختي من اللي رجعت للدار ماذا سنقول لكم؟ من اللي رجعت للدار؟ سعما يستقبلني ويفرح ويقول لي الحمد لله لأسلامتك لأن هورا ما نقول لكم شعيب التليفونات ويقول لي غير جعي وغير جعي كل شيء غير تقدر وغير جعي كل شيء غير تصلح ومصفت لي يا الوالدة ديالو وقلت سعما غير جعي وغير قدني باخير غير دخلت ورقيت وعقد واحد الغوباجة قلت له مالك عود قال لي يا شوفي أنا رأى عايق بك قلت له ماذا كين؟ قال لي يا ايق بك تتنوضي معي هيلانا وتتنوضي معي هيلانا وتتنوضي هذا هو الانتصلح ماذا ستتنوضي دابا؟ وماذا نعود منه الساكي بقي مجموعة نمشي في حالي؟ وماذا ستطير عليه نقجه؟ ماذا ستنوضي؟ لم أعرفت ماذا ستنوضي؟ ماذا عرفته؟ بقيت نتغاوت عدوية تن تغاوتو تن تغاوتو هو يضربني بسية شاعل نيت قلت له تضربني جايبني من دارنا بعد ما كتغضبانا ورادني باش تضربني قال لي يا اه نضربك حيث أنا اللي عارفك تبديني ايوه ما نكربش عليكم هزيت ساكي وقلت له هوجي النهار اللي تشوفه ادفل عليه قال لي يا سيلي راني عارفك غدا توحشتيه ولمسخيتش قلت له بجوجهم توحشته ومسخيتش وستيت الباب ومشيت في حالي ايوه ما بردتش فيه حل الباب وطبعني في الدرجة وبقى بشي معيور الجيران كلهم تفرجوا فيي سيرية الفاعلة يا التركة يا الفاسدة تتمشي لداركم غير لو الدول الجيران اراني عارفك وعرفتي والناس تسمعوا واحد الحالة ما نقول لكم شوانتين جري هاربا بغيته غير يسقط وقلت له غير بالله تعلك خليك إذا كان عنديك شي يزهر ما توصلش عليها اما إذا وصلت عليها لدارنا تمك يقطعك خوتي ايوه بقت غضبانا عدتني المدة دير شهر قلت لي يا الولدة ابنتي هذا رحم رايد يمكن كلها ما عرفت شنو غاندير صافي غانت فرق معه ايوه هي عدتني جيمة ووجات خالته وجوا أخواته ومزوجات كبارات وبدوا يدخلوا عليا وتقولوا لي غير صبري رعالي تتصبر هي لتدفوز في الأخر وهادي 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 ماما مسكينة قلت لي يا سيري يا بنتي رجعي وشوفي عدتني هاد المرة وراها حقا وراها هو اللي يندم وقال بأنه ظلمك وقال بأنه غير تغير وانتي اللي تخرجي وانتي اللي تقدمي وانتي اللي بغيتي وانتي راكي من الناس وعرفك المعقولة المهم ما نكذبش عليكم تقيقتهم ايوه ايوه رجعت راح تتعرفوا البنت تتكون بغضارها تتبدأ تصبر على كل شيء هزيت عاود ساكي ورجعت لعنده ايوه ما نكذبش عليكم تتغير السيد اوه 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 خرجنا المرة الأولى والثانية والثالثة والله العظيم ان افرحت وقلت والله هذه الغضبة هذه الى ما جابت النتيجة ديالها احتر النهر الذي صبحها وطانية قدع لي يغبشته ما لك ما ماليش اعرفتك النهر سيطلز مكفس قلت له ايوه نفطره ونخرجه قلت له لا ما نفطره نخرج ونفطره براك قلت له ونفطره هنا قلبت اللاجة لم ألقيت الحليب قلت له سوف نخرج نجيب الحليب قال يالله خرجي ايوه لبست جلابتي وخرجت للحانوت لقيت ملحانوت يالله تيستفق الحليب جابونه الكامير بقيت واقفة انت سنة قلت له اعطني واحد يطوض الحليب قال يالله بقيت واقفة اعلانيتي تعطلت سع ما شوية واحد شي شوية بشي 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 قلت لشوف السيد جيتي جري اهلا خاطرك دكشي لشي رسقتي الى الحليب انا اتنقول لك يالله نخرج القهوة وانتي ايوه تهدري مع ملحانوت انا اعطبك وخليه تكريت بشي عندونه ووصل عليك وتعطلتي وكتيت تهدري ايوه يا عباد الله هذا السيد وش حماق وعطي ملحانوت مسكين تصدم بقيت يشوف تقول يامالو تقول ان انت زاد تشوف السيد يشهد انت زاد تشوف المهم دار علي واحدته هنا لم تتصور اعرف ان احبت تراسي وحطي ملحانة وطلعت للدار وصلت قلت لشوف انت مريض انا لا يمكن ان استمر معك تدقيقة سأذهب لدارنا وعمرك لا شفتيني هذه المرة يالب الصح واخت جيب لي اللي جيبتي واخت جيب لي عائلتك كاملة صافي سالينة والحمد لله اللي ما عندي معك لحمد لمحمد انت ماشي ديال الزواج انت اخوه يبقى جالس حاضي راسك اذا انت تشك في راسك المهم سأرى هو معتي ينفعل وينضم ولكن هذه المرة صافي وانا نبقى عائشة بحلقة وانا شكتني في راسي والتي تشك في راسي بحالي انا غير والناس والتي يدعو علي واحدة مضرخيبة من الرجل يعني رمضك صافي جمعت حويجاتي ومشيت لدارنا الوالدة حرامت الخبزة معه وحرامت العشرة وحرامت المودة معه وطلقنا وتفرقنا وتهنيت وبقيت قلسة مع الوالدة شحال من واحد جا تقدم لي وخفت تنقول ناري عندك غيكون مشكاك بحال دك خينة ويعيشني نفس التجربة ونرجع وتنمطلق لدارنا بالحق تقدم لي واحد الوالد تنقول لي هم شوفوا ما بغيت لفلوس ما بغيت لاطو موبيل ما بغيت والو نكون غيمستورة اهم حاجة هو ما يكونش مشكاك راح الشك ما نقدرش نعيش معه تنهار حيث انا اخوتي اللي جربت الشك كيفاش داير راح تفقدك تقيقى في راسك تتبقى تقول ويلي يا كمانة ما شهية هذيك راح ما تيخليكش تعيش مرتاح وهو واحدة ذك بنادب اللي تيكون معك يعني الراجل ديالك تعيش مع الدب يعني ما كين حياته صافي العاداب بعينيه وبرجله ايه وتنت من نام الله يكون هاد والد الناس ما في هاد الصيفة هادي يا ربي انعيش هانيا اشتركوا في القناة